غني اخذ روحة من التدريبات النهاردة تدريبات استشفائية لكل اللاعبة اللي لعبوا المباراة الاخير هذا فيما يتعلق بنادي الزمالي اخر حاجة عندي طبعا لجلة الانضباط المحترمة اللي احنا بنتمنى ان هي فعلا تعيد الانضباط للملاعب لان احنا شايفين بعض الانفلات بعض الانفلات وبعدين عايز اقول برضو وتمنى من الحكام اللي بيحكموا المباراة لما يجي يحتسب ضرب الجزاء بنلاقي اندفاع رهيب عليه ارجو ان الحكام يكتبوا الاسماء اللي بتندفع عشان نبطل الظاهرة دي لانه بقت ظاهرة اوفر اوفر حكم يصفر منها ضرب الجزاء تلاقي التطار داخلين عليه اربعة خمسة واحد يحط مراخيره في مراخير الحكم والتاني يحط يده على كتفه والتالت مش عارف ايه ده مظهر لا يليق لا يليق فاتمنى من الحكام انه اللاعب اللي يندفع عليه اندفاع شكله سئيل يكتب في تقريره ويروح لجنة نبط واخد جزاء عشان الظاهرة اللي استشرت جدا لو انتوا راجعتوا شريط اللي فات كله ماتشات اللي بتحسي فيها ضربة الجزاء هتلاقوا اللي انا بقولوا ده اخر ماتش انا اتكلمت فيه كان بيرامدز لما تحسب عليه ضرب الجزاء اه ولا اه مظبوط او او طرد حال الطرد على ما اعتقد مش متذكر اوي اخر ماتش احمد الشناوي جري حط مراخيره تقريبا في مراخير الحكم تقريبا جول كيبر ما ينفعش يا احمد وما ينفعش حكم ما يكتبش فنرجو من الحكام الفترة اللي جاي اللي سامعيني اللي يندفع عليك بشكل شكل سخيف اكتب في التقرير شكرا شكرا